هذا وقد تلقى خادم الحرمين الشريفين تهاني بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم حيث تلقى حفظه الله التهنية من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وولي عهده رئيس مجلس الوزراء ومن جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وولي عهده كما تلقى سمو ويل عهد برقية تهنية بهذه المناسبة من ولي عهد البحرين وقد أكدوا عمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربطهم بالمملكة وعبروا عن بالغ الاحتزاز بما تشهده المملكة في هذا العهد الميمون من إنجازات حضارية بارزة على صعيد مسارها تنموي طموح في مختلف المجالات